كشف المدرب الألماني يورجان كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن أسلوبها الهجومة اللذي بدأ به أمام نيو كاسل لم ينجح بالشكل الأمثل بعد إصابة أوريجي وأضاف كلوب في تصريحات عجب مبارات نيو كاسل بدأت بساديو ماني في المنتصف بينما شارك أوريجي على الجانب الأيصر لكن الأمور لم تسير بالشكل الجيد بعد تعرضه للإصابة وأكمل عندما شارك فرمينيو جاء ظهور صلاح بشكل كبير ونجحنا في السيطرة على المباراة بالشكل الأمثل وعن أداء فريقه أمام نيو كاسل أوضح المدير الفني الألماني بدأت الاستمتاع بالمباراة بعد 25 دقيقة شعرت حينها أننا دخلنا جيدا في أجواء المباراة وأكمل من الجيد أن تشاهد محمد صلاح يحقق رقم كياسي كل مباراة مختلف عن المباراة التي قبلها أنا سعيد جدا لمحققه صلاح من إنجازات وأرقام فردية وهنقه أيضا بجائزة أفضل لاعب في الشهر في ليفربول واستطاع ليفربول أن يفوز على نيو كاسل بسلسة أهداف مقابل هدف في لقاءه كيما أمس على ملعب إنفلد ضمن منفسات الأسبوع الخامس من البرمير ليج ونجح ليفربول في الحفاظ على سلسلة انتصاراته متتالية للمباراة الخامسة على التوالي خلال هذا الموسم ليصبح رصيد الريدز 15 نقطة محتفظا على القمة والجدير بالذكر أن محمد صلاح استطاع أن يسجل هدف فيه اللقاء كما سجل الدول السنغالي ساد يوماني هدفين أمام نيو كاسل ترجمة نانسي قنقر